السلام يا أخواتي مرحبا بكم في حلقة أخرى من تحدي اليوم جينا ننهضر على سيليكون فالي بنك هذه بنكة أمريكية كانت في سيليكون فالي اللي هو وادي سيليكون اللي مجموعة فيها كالشركة الأمريكية الكبيرة سواء كانت كبيرة مثل جوجل، انستغرام، تويتر، فيسبوك سواء شركة متوسطة أو صغيرة اللي كتختم في مجل التكنولوجيا والخطير في الأمر في هذه المسألة هذه الإفلاس من سيليكون فالي بنك يعني سيليكون فالي بنك هو أن بزاف شركات التكنولوجيا فتح حسابات في هذه الشركة وهذه الشركة عندها ارتباطات كبيرة وعندها انتزامات كبيرة تجاه هذه الشركة فأنا هاتش اللي كنقول يعني كنحاول نقل لكم الأخبار كما كتجي من الخبارة أنا لسه خبيرا ماليا ولكن الأغلبية كيقولوا على أنه بداية انهيار دي المجموعة من الشركات المصرفية أو المجموعة من الأبنك لأن الأبنك كيف ما كتعرفوا كلها مرتبة ببعدها شي كي انفستي عند شي شي مربوط بشي شي كي يدعم شي شي كي سير الفلوس دشي كلها مرتبة ببعدها وعلمك يقولوا لخبراء ممكن إفلاس شركات كبيرة أو لعدم القدرة على دفع المصروفات ديالها كما اشترك سيدو عاود لكيفهم في هذا الشيء ديال الكريبتو كي هضر على علاقة هذا الشيء بالكريبتو موني كينا مجموعة من العملات الرقمية اللي عندها ارتباط عاود كدلك مع هذا البنكة هالي بحال USDT اللي تعتبر واحدة من العملات الموتوق بها في الكريبتو ولي الناس كلها كنت تأخذها واحد المالاد آمن فاش كتبغي مثلا تخرج الفلوس او اللي تحول نوع من انواع العملات الرقمية تحول هال العملة باش تصرفها تخرجها كتحول هاليو اس ديتي اللي هو يو اس دولار ترانزاكشن كتحولها لها ومن ثم كتقدر تسحبها وهذا المسألة ديال الو اس ديتي كي نف بزاف ديال بلاتفور ديال الكريبتو مونيس او كوين بايز بايننس او بيتكوين دوت كوم ديال بلاتفور مكتر كنت بحال اللي قلنا هي الحاجة اللي موتوق فيها فاش متلا كتكون واحد الفاريازيون كبيرة كتطلع وكتبط نش كتدير اللي خاف كي يقبط فلوس وكي يرجع هاليو اس ديتي كتبقى حيتي هي تابتا ما كتتحركش بزاف كتتحرك ولكن ما عنداش بزاف ديال الالفاريازيون باش فاش كي تولي تستابيلات المرعود كي يزال الفلوس هادو كي ام فيسي وهاو في المبغو في مجلة كريبتو لكن على ما يبدو ان اليو اس ديتي بدك يفقد القيمة ديالو كذلك فهنا غادي نقوله بحالي لا اه قدرنا نقوله غادي يكون واحد اه واحد اه نوع ديال ديك اه عملية دومينو واحد كي يطيه واحد كي طيه واحد وقي طيه واحد فاربيست لهيسين الناس تستحول ما امكن ترد بالها وتباع المعلومات لم ت peuventاش ناااا سحتروا واحد دنار توقع شكل كاريته فى البنكة ديال والكل ف التتعامل معها وتلقيه ما حصلين منه なんى شكرا Oh O Mal logo وانتي لا تقدرش تخرج منها وانتا ما حسب شك في حسابك ومعتمد كليا على الموارد المارية ديال كلها معتمد علي الأبنك هذه المسألة تكون مسألة محدودة ومسألة الممتد لديها حدود وتقدر الدول الأمريكية تدري شيئا وإلا فإن هذه الإفلاسة سيجر معها مجموعة من الإفلاسة التي تؤدي بأبناء كثيرة وتؤدي بشركة كثيرة للإفلاس أو للتراجع فإن هذه المسألة لا تقيس غير الأبناء كأبناء أو كمال ولكن تقيس حتى الأسهم لأن هذه الشركة لديها مشكل مالي فسيكون لديها مشكل حتى في الطريقة العمل أو الاستثمار أو الاستثمار وإذا كانت هذه الشركة لديها وقفات أو تعطلات فالأسهم كلها سيتراجع يعني هنا قد يتقاسوا حتى الناس اللي مانفيسين في هذه الشركة اللي عندهم هذا الكون في هذه البنكة هذي اللي عندها هذه المشكلة فلهذا حاولوا تسمعوا أي شيء سمعتوا على SVB Bank يعني Silicon Valley Bank حاولوا تسمعوا كثير من الأخبار وتسمعوا مجهوهات مختلفة وتسمعوا المحلنين الاقتصاديين كيف يقولوا باش قدوا تقرروا القرار ديالكم لكيفاش تصرفوا شنو الخطوات اللي يخصكم تديرها باش ما تبقوش ناعسين الضرغفلون حتى تجمعتوا مع مجموعة من مجموعة من خسائر وكيف ما كتعرفوا الدول سوى كندا سوى أمريكا ما كتضمنش واحد الحد من الايداعات ما كتضمنش كتر بالنسبة للناس اللي عندها ايداعات كبيرة كتكون عندها صعوبة شوية لأنها تريكبيري فلوسها لأن هناك قوانين يتحروا ويسولوا على كل شيء ما تبقوش فضرغفلون لأن هذا الشيء اللي كنا نقوله وديما كن أحذر يعني قبل ما توقع الكاريتة الإنسان يحسب حسابه ويسوله ويتبعه وما يبقى غير ناس مشي تسمعون تقولوا هادي غير هدرخاوية هادي غير كادة هادي هادي حتيه هادي حتي الناس كيفما كتبعون صحف الاصفراء نحن عندنا في الوطن العربي لأتي هنا الصحفة التحول تغطي لأنها صحفة تكون مشرية الصحفة ماشي صحفة خرية مية في المية كان الصحفة المشرية اللي دائما تتبغي تتغطيها الازمات باش الاقتصاد مايتقش أو باش الاقتصاد لاينهارش لهذا الانسان يتدعوا يبحث على المعلومة والمعلومة الصحيحة ان شاء الله تتمنى نتمنى أن هذا السقوط لا يؤدي عائلات لأنه لا يمكن أن يكون الأزمة لأزمة 2008 أو لما يقولون أنها ستكون أعمق وأخطر من الأزمة 2008 تحية لجميع السلام عليكم